اليوم يعني أنا من الناس اللي ما طلعت في حراك 2012 اليوم أنا من الناس اللي كنت ضد الفساد ولكن كنت أرى بأن هذين اللي طلعوا ناس وطنين ولكن أختلف معاهم بالأسلوب والطريقة الآن بعد ثمان أو تسع سنوات اكتشفت بأن أنا أخطأت كان المفروض أطلع في ذلك الوقت لسبب بسيط التاريخ يعيد نفسه والفساد يزداد ونفس الأسلوب يعني في 2012 وصل مجلس أغلبية أبطل هذا المجلس وحوربت الديمقراطية وصودرت الأمر الآخر يعيد التاريخ نفسه اليوم نحن أمام أغلبية وتصادر الحريات وتصادر الحقوق هذا من زاوية من زاوية أخرى اليوم إحنا شفنا أساليب ملتوية للضحك على الشاب أمس نائب من مجلس الأمة يضرب أو يحاول يبرر فعل المشين في إدخال وإقحام النعرة الطائفية أو الفتنة الطائفية وهذا أمر مرفوض كلنا ككويتيين نرفضه وأمس يمكن خذ حقه وزياده وأيضا من أبناء قبيلته لأننا نحن الكويتيين سائمنا من هذا الأسلوب الذي يفكك وحدتنا اللي يعني تضر هذا الوطن وشفنا أسلوب آخر رحوا رتبوا عملية سمو الأمير مشكورا يقابل جميع أعضاء منس الأمة فبالتالي ذهبوا ليقابلوا حضرة مقام سيد صاحب السمو ويحاولون يخلقون من هذه المقابلة تبرير لهم وهو إن سمعا وطاعة سيدنا ولي الأمر نحن أكثر منكم طاعلي ولي الأمر وإحنا من حركتنا الآن لا نريد الفساد لأننا نريد أن نحافظ على الدولة ولا نقبل بغير الصباح حكاما فبالتالي إحنا نحارب فسادا نرى بأن الدولة رح تنتهي فالولاء ما تزايدوننا عليه اليوم هذه حجة تابون تخوفون الناس أو تكسبون الناس معكم اليوم أنت وتنازلت عن حق الأمة في أن تقرر من هو يكون عضو أو ما يكون عضو دون تدخل من أي سلطة أخرى